لو أنا ما قدمتش تعزيز للعملية الصحية في مصر تتناسب مع الإنسان اللي عندي طب أنا كده أثرت كدولة في حق من حقوق الإنسان في العلاج الصحي الجيد أو التعليم الجيد أنا عايز أقول لنا ده تحدي طب هل إنه هس أو لما بيتم تناول حقوق الإنسان في مصر أنا حقبل أي شكل من أشكال التناول لأوضاعنا في مصر لكن أيضا أن يكون التناول تناول متكامل تناول شامل ده قضايا موجودة عندنا هو النهاردة لما يكون عندي إنسان يعني 2 مليون ونصف كل سنة هو أنا مش محتاج أن أنا أشغلهم ويعديهم فرص عمله وده مش من حقه كإنسان إن هو يشتغل ويعيش ولا مش من حقه طب أنا أعمل ده إزاي وعشان كده أنا أتفق وبأكد وداعم تماما لفكرة إن النقطة دي تبقى بأحد نقاط هو الإنسان عشان نستبقى عارفة إنها بتمثل تحديات لدول زي دولنا فدي نقطة أنا بس كنت عايزة أتكلم فيها كمان وعايزة أقول لكم على حاجة إحنا لما جاءت الجائحة جاءت ضربت العالم كله إحنا في مصر رصدنا 100 مليار جنيه في دولة يعني زوفة الاقتصادية مش قوية السياحة في مصر اتضربت بشكل كامل وده قطاع كبير جدا بيدر أكتر من 14-15 مليار دولار القطاع النقل حتى في قناة السويس تأثر بشكل كبير حركة النقل في مصر أو حركة نقل في العالم كله تأثرت وده قطاع كان برضو بيدر أموال لنا وتأثرنا بها تأثر كبير لكن ده ما ما نعناش في إطار إن إحنا الحفاظ على حقوق شعبنا وزي ما تقال كده إن ده ما حصلش فيه تميز بينه وما بين الموجودين عندنا الناس اللي هما إحنا بنقولش عليهم لاجئين بالمناسبة اللي ديوفنا اللي موجودين هنا شبابنا إحنا بنقولش عليهم لاجئين وهذا أقول لكم على حاجة طب ما هو التناول هو حق الهجرة حق من حول الإنسان إحنا في مصر نتكلم على ستة مليون إنسان جنب نتيجة الصراعات اللي موجودة بعضها يعني نتيجة الصراعات اللي موجودة أو محدودية القدرات وحجم الفقر اللي موجود في دول يعني قريبة مننا لما نعناهم ولا قعدناهم في مخيمات أنا بتكلم على رقم كبير قوي مش بتكلم على خمس تلاف ولا عشر تلاف يعني أصدقاءنا في أوروبا بيرفوضوا أن هم يستقبلوهم أنا بتكلم على ستة مليون إنسان ستة مليون إنسان موجودين هنا مش موجودين في معسكرات مفيش معسكرات لاجئين في مصر خالص الناس المدموجين في مجتمعنا بيشتغلوا بيأكلوا بيشربوا بيتعلموا بيتعالجوا يمكن تكون قدراتنا مش متقدمة قوي وإمكانياتنا تكون مش متقدمة قوي زي الدول الغنية لكن على الأقل إحنا يعني تم إتاحة ما لدينا لهم من غير كلام كتير من غير كلام كتير وما سمحناش نفسنا إن إحنا نبقى معبر لهم يعبروا فيه إلى المجهول ويلقوا مصير يعني قاسي جدا في البحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا ما عملناش ده